السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جماعة فيديو جديد في قناة الحياة اليوم والموضوع عن عالم البرزخ بس قبل كده جماعة متنسوش لعمونا بالاشراء في القناة وتفايل زر الجرس واللاقات ولو فيت علاقات عشان نقدم كل ما هو جديد نمتد بسم الله الرحمن الرحيم عالم البرزخ المحتوات اللي نتكلم عنها واحد ما بعد الموت اتنين معنى كلمة البرزخ ثلاثة ما هي حياة البرزخ النقطة الاولى ما بعد الموت يتصور كثير من الناس الحياة بعد الموت بأنها حياة يملأها الظلام والوحدة والوحشة كما ينسج الناس حول هذه الحياة الكثير من القصص المتخيلة لمحاولة تفسير ما يحدث فيها ومن ابرز الاسئلة التي يطرحها الناس حول هذه الحياة فيما اذا كانت هذه الحياة كحال حياة الانسان في الدنيا ام تختلف عنها والحقيقة ان هذه الحياة والحقيقة ان هذه الحياة تختلف بلا شك عن الحياة الدنيا والحياة الاخرة في جوانب كثيرة ويسمى هذا العالم بعالم البرزخ فلماذا سميه هذا العالم بهذا الاسم وكيف ستكون حياة الانسان فيه النقطة التانية معنى كلمة البرزخ ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة البرزخ في القرآن الكريم في قوله تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب الجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركتك كلا انها كلمة كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون وفي الاية الكريمة مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فكلمة البرزخ كما وردت في الايات الكريمة تأتي بمعنيين المعنى الاول وهو المكان الذي يكون بين مكانين او الحياة التي تكون بين حياتين وهي الحياة الدنيا والحياة الاخرة كما تأتي كلمة البرزخ بمعنى الحائل الذي يحول بين الماء المالح والماء الحلو في البحار والمحيطات وقد اكد العلم الحديث ذلك فعالم البرزخ هو العالم الذي يدخله الإنسان زمنيا ومكانيا بعد موته وانتقاله من مرحلة الحياة الدنيا وهو عالم يأتي قبل بعثه الإنسان يوم القيامة